الحجي ما هو بالحج حجي يوم عاشور صدري الكعباء والنحر نحري المنح حجرنا باسماعيل ذبح ابني المبرو حشري ونشري في طفوف الغاضري عندي ضحايا ما أحايا ضحايا مثله عندي ضحايا بكربل الشبان كله الأرض ترجف والسماء تبجي لجله هاي التعاين هم ضحايا الغاضري ذول أرجال يا محمد والأضاحي أسبوع حربي في الحريبة وهم أذباحي وأبقى أنا كالطير مكسور الجنة من غير ناصر في طفوف الغاضري فيها بهر واليوم حجي سبعة أشواط فيها المر والمعركة والصف الفسطاط وأنا الكعب والحجار وأنا المحتاط وأما ببيتي في منف الغاضري وأما مفيض الحاج شال الحرام للشام وأما الدعاء والتلبية ضجت الأيتم تبجي وتنحب والدميع بالخد سجى ضيعتنا يا حسين برض الغاضري لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين سادتنا الله أحفظكم إن شاء الله وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ قال إمامنا ومُقْتَدَانَا أَبُوا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ في كتابه إلى أخيه محمد بن الحنفية هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الموت حاق والجنة حاق والنار حق وأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله الله صلى الله عليه وآله ورحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين حديث أيها الأحبة في أبناء أمير المؤمنين صلى الله عليه ومواقفهم من واقعة كربلاء ومن الإمامة بصورة عامة كتب الأنساب تشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام كثير الولد الشيخ المفيد أعلى الله مقام يقول عدد أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه بين ذكر وأنثى 32 بين ذكر وأنثى بينما ذهب النسابة بن عنب في كتابه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب يقول لا بلغوا 36 ولد بين ذكر وأنثى الذكور عددهم 18 ستة من أبناء أمير المؤمنين لهم الذكور ماتوا في حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى اعتبار أنهم ماتوا في حياة والدهم أغلق الملف موقفهم من الإمامة ومن واقعة كربلاء لا يوجد وموت الأطفال أو الأبناء الصغار الله يحفظكم ويحفظ أولادكم في الأزمنة السابقة كان أمرا مألوفا مع جبار الظروف يعني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عند ولدان درجة في حياته كما يقول المؤرخ درجة يعني مات في حياته فهذا أمر مألوف فستة من أبناء ماتوا المذكورين في واقعة كربلاء اللي استشهدوا في كربلاء الرأي المحقق يقول سبعة أولهم وهو سيدهم وإمامهم وإمامنا وسيدنا الإمام الحسين عليه السلام أربع أولاد أم البنين صلوات الله عليه ومحمد بن علي أيضا من أبناء أمير المؤمنين والسابع أبو بكر بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهؤلاء مذكورين في أسماء السهداء بعضهم ذهب إلى تسعة وبعضهم قال لا هم سبعة حتى في الأشعار ما قاله الشعراء أي نجودي بعبرة وعويلي واندبي إن دبت آل الرسول سبعة كلهم لصلب علي قد أبيدوا وتسعة لعقيل فسبعة استشهدوا في كربلاء من أبناء أمير المؤمنين صلوات الله عليه يبقى المؤرخ وأرباب الحديث وكتب الرجال يشيرون إلى اثنين من أولاد أمير المؤمنين بخصوص موقفهم من الواقع ومن الإمامة الأول عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين عليه السلام عمر الأطرف لقب بالأطرف لأنه أكعدنا ابن من أبناء الإمام زين العابدين عليه السلام اسم عمر الأشرف جمع الشرف أم علوية ووالد زين العابدين فجمع الشرفين فحتى يميز عن عمر الأطرف اللي نال الشرف فقط من جانب أمير المؤمنين من جانب العلويين فهذا سم عمر الأطرف وذاك عمر الأشرف للتمييز والتفريق بينهما السيد عبد الرزاق المقرم أعلى الله مقاما يقول موقفه موقف غير حميد وغير سليم تجاه الإمام الحسين عليه السلام بل وتجاه الإمام بحيث أنه بعد يصفر عندما رجعت العائلة الكريمة من السابي يقول خرج وقد لبس لباسا حسنا يجول في الطريق وهو يقول أنا الفتى الحاذق يعني أنا رأي كان الرأي الأصوب للإمام الحسين هو دخل على الإمام الحسين كما تشيركه بكتب التأريخ وقال له بايع بايع فزجره الإمام ونهره فيقول أنا رأيه والرأي الصحيح قتل إخوتي كلهم وأنا بقيت على قيد الحياة لكن سبحان الله الخاتمة كانت خاتمة عجيبة غريبة حيث أنه قتل في جيش مصعب بن الزبير في حربه مع المختار الثقافي يعني أبيت أن تستشهد ويكتب اسمك مع إخوتك بحروف من ذهب على مر التأريخ والأزمنة ويكون القتلها القتل خب هذا ما يضر أمير المؤمنين ولا يضر إخوة الإمام الحسين ولا يضر أتباع مدرسة أهل البيت فهو بعمله نحن عندنا عقيدة متطرفة أن الإبن نبي ما يكون نبي دائما وإبن العالم ما يكون عالم دائما أنت بعمل كل نفس بما كسبت رهينة فهذا عمر الأطرف الآخر وهو موضح حديثنا أيها الأحبة وبحثنا محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية يطرح اسمه في عدة أبواب الباب الأول باب الاحتجاج عند المدرسة الأخرى ليش باب الاحتجاج؟ لأنهم يقولون أن أمة خولة الحنفية سبية أيام الخلافة الأولى وإذا تزوجها علي أو أخذها زوجة لا يعني رضي بها أن تكون من نصيبة وبالتالي فأمير المؤمنين أمور طيبة في ذلك الفترة كيف تقولون أمير المؤمنين أخذ منه الحق أخذت منه الخلافة بيعة الغدير لو ما كان راضي عن ذلك لما أخذ هذه المرة خولة الجواب تكفل به إمامنا الباقر عليه السلام هذه خولة لما إجت في السابي كان لها موقف قوي جدا امرأة يبدو أنها كانت قوية حيث أنها وقفت في المسجد تعاتب المسلمين الصحابة على سبيهم قالت لماذا سبينا؟ قالوا لأن الرجال ارتدوا قالت إذا الرجال ارتدت نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فما ذنبنا نحن فكان موقفها موقف شجاع جدا فأمير المؤمنين عليه السلام يقول الإمام الباقر لما دخل عليه جمع من أصحاب من جملتهم جابر الجعفي يسألون عن خول الحنفية وموقف الإمام أمير المؤمنين وما يقال في المدرسة الأخرى في باب الاحتجاب قال مضو إلى جابر بن عبد الله الأنصار فإنه قد شهد الحادثة حادثة طويلة نحن نختصرها النجابر قال لهم فعلا هي جاءت في السبي ولكن علي سلام الله عليه استخلصها لنفسه ودعا إخوتها إلى المدينة فعندما جاءوا إلى المدينة خطبها من عندهم وأمهرها وتزوجها في الظرف الاعتياد أمير المؤمنين أخبرها كما يقول المؤرخ بحادثة مع أمها إلى آخر ذلك إلى أن تزوج بها زواج في الظروف الاعتيادية مو من ضمن نصيبة من الحرب لا فهذا جواب من يفتح هذا الباب باب الاحتجاج على أم محمد بن الحنفية إلا هي خولة الباب الثاني والمهم موقف بن الحنفية من واقعة كربلا ومن الإمامة وهو ما تكفل بالإجابة عليه أساطين المذهب الإجابة الأولى موقفه من واقعة كربلا لعلمائنا أكو رأيين إلى العلماء أيها الأحبة رأيان الرأي الأول بعض العلماء قالوا بأن الحسين عليه السلام استخلفه على المدينة وجعله وصياً له عليها وعيناً له حتى يوصل إليه الأخبار واستشهدوا برسالة الإمام الحسين عليه السلام على اعتبار هو إمامه ولو أن الحسين أمره بالبقاء ما ممكن أن يعترض ابن الحنفية على الإمام الحسين يقول رسالة الإمام الحسين يقول هذا ما أوصى به الحسين بن علي يقوله هذه وصياً صار وصياً للإمام الحسين في المدينة فهذا أكو رأي موجود الرأي المشهور لا عد علماء أن ابن الحنفية أصيب بزمانة في رجليه زمانة تعبير قديم يعني مرض مزمن كأنما الله يجيركم إن شاء الله وفرج عن مرضاكم كأنما أصيب بشلل أقعد جعل من حركة صعبة جداً وبالتالي سقط عنه القتال هو صحيح شجاع من شجعان العرب محمد بن الحنفية شارك في جميع حروب أمير المؤمنين سلام الله من حملة الألوية من قادة الجيش في حرب الجمل أمير المؤمنين يربط على من كبه يقول اطعن بها طعن أبيك تحمدي لا خير في الحرب إذا لم توقدي يقول ادخل المعركة وأوقدها يا ابن الحنفية كان شجاع وكان قوي بعد القوة والشجاعة ترصفتان مختلفتان الشجاعة هي جرأة القلب جرأة القلب يمكن واحد ضعيف يمكن تستهين بشكله لكن في شجاعته يعني جرأة قلبه أشجع من عشرة واحد يجيك ما شاء الله بس ما عنده جرأة يمشي بالطريق يسمع صوت يركض إلى بيته هذه الشجاعة متعلقة بالقلب والقوة بالجسد هو كان قوي وهم شجاع فعدم مشاركته في كربل قطعا هي موضع سؤال علماءنا يقولون أصيب بزمانة في رجليه خلينا ناخد جواب العلامة الحل أعلى الله مقامه تجدرون العلامة الحل من المجددين للمذهب من أساطين المذهب العلامة الحل في زمانة إذا نقرأ التاريخ أيها الأحبة بعد سنة ستمائة تقريباً المدينة المنورة غلب عليها التشير نسوي قيام حاضر مولانا رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد عياكم تفضلوا تفضلوا الله سلي على محمد رحمنا بمحمد وآل بيت أحسن شيخنا حبيبي العلامة الحل في زمانة تقريباً سنة ستمائة وما بعدها المتأمل إلى التاريخ يجد أن التشيع هو الغالب حتى على المدينة المنورة الصلاة بالمسجد كانت بإسمهم الأذان بإسمهم فكان أكو قاضي اسم ابن مهنة أكو كتاب مطبوع المسائل المهنائية سأل العلامة الحل سؤال وهذا مضمون ما قول مولانا الإمام يعني الحل على الله مقام ما قول مولانا الإمام في عدم مشاركة محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر في واقعة كربلا جواب العلامة بعدين يبين إلك منزلت هذا ابن مهنة القاضي أنزلت العلمية رجل فاهم رجل واعي من خلال كلام العلامة ويجيب بعد ذلك بجواب مهم يقول أمثال ابن الحنفية وابن جعفر لا يشكل عليهم وأساساً من اطرح إشكال عليهم فهما أكبر من الوقوع في حبائل الشيطان يعني هذه تسقط حتى مسألة الدعوة الكيسانية التي ألصقت بابن الحنفية شوف ترى التاريخ جائر أيها الأحبة تاريخ ظالم المعصوم المعصوم قد يجد المؤرخ المأجور يجد صعوبة في تزييف الحقائق المتعلقة بالمعصوم فيروح إلى من من هم دون المعصوم محمد بن الحنفية حاول أن يزور الحقائق السيدة سكينة سلام الله عليها حاول أن يزيف الحقائق ليش؟ يقولك المعصوم كالشمس الطالعة ما ممكن أن نحجبه فنروح إلى الشخصيات ما دون ذلك هذا اللي حصل في التاريخ فالعلام الحلي يقول لا يمكن أن نشكل عليهما وهما أكبر من الوقوع في حبائل الشيطان وعدم مشاركته ابن الحنفية بعدين يخصص في واقعة كربلاء لمرض ألمب هذا جواب العلام الحلي الشهيد الثاني أيضا جواب في نفس السياق يقول عدم مشاركة ابن الحنفية في واقعة كربلاء لزمانة في رجله هذا ينص على الزمانة كما أشار إليها المؤرخون فهؤلاء الأساطين أبعدوا الإشكاليات المتعلقة بابن الحنفية بعدين إذا جيت إلى السيد الخوئي أعلى الله مقامه وهو المقدم في هذا المجال في علم الرجال يقدم بحث أكثر عمق حتى في مسألة من قال بأن ابن الحنفية ادعى الإمامة يقول لا ابن الحنفية بالدلائل كان يوجه الشيعة للإمام زين العابدين عليه السلام يجيب رواية اسمه خالد الكابلي يقول كان يخدم عند محمد ابن الحنفية يقول فسألته من هو الإمام المفترض علي طاعته فلم يجبني ولكنه أخذني معه وأوصلني إلى بيت الإمام السجاد عليه السلام وقال هذا هو إمامك يعني ما اكتفى أن يقول فقط هو الإمام زين العابدين لا جاء به إلى الإمام يقول فعندما دخلت عليه قال مرحبا يقول وأسماني بإسم يقول أنا جاي من منطقة بعيدة وأسماني بإسم لم تسمني إياه إلا أمي في الصغار على الصلاح يمكن اسم الدلع يقول لم يعرفه أحد وكان ذلك من علامات الإمامة إمامة الإمام زين العابدين حتى مسألة الحجر واحتكامهم إلى الحجر سيد الخوي يقول ما كان ذلك من محمد إلا ليقول للناس أنا لست بإمامة بعضهم قال بإمامة هذا موجود على اعتبار أن من بعد الحسن والحسين من يأتي من أبناء أمير المؤمنين من الحلفية من الحلفية ترى كان عالم فقيه تتلمذ على يد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبالتالي من كان يقول بإمامته هو محمد بن الحلفية صراحة يوجههم إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام فمواقف الرجل المشرفة كان ملازما ناصحا عطوفا بالإمام الحسين صلوات الله عليه رضوان الله عليه محمد بن الحنفية لازمه في المدينة وعندما ارتحل إلى مكة التحق بالحسين وظل مع الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى خروجه لكربلا الإمام الحسين أيها الأحبة في مكة إذا نتبع التاريخ يقول المؤرخ كان يعقد ندوات ليعرف الناس بمنزلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أهل البيت كان عندهم تركيز على مسألة شخصية علي بن أبي طالب حتى في مسألة الاسم مو ابن زياد لعنه الله لما دخل عليه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه الله عليه قال من هذا قالوا هذا علي بن الحسين قال ألم يقتل الله عليا قال بل قتله الناس كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بعدين صارت مساجلة إلى أن قال للإمام عجيبت لأبيك الحسين يسمي عليا وعليا 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 قال إن أبي قد أحب أبا أحب أبا مسألة أحب أبا ترى حورب اسم أمير المؤمنين فترة زمنية طويلة حورب فكر أمير المؤمنين فلما عقد الندوات كأن الناس يسمعون شيء جديد عن علي بن أبي طالب حرف التاريخ أكثر من تسعين سنة لم يدون الحديث ضاعت خطب النبي صلى الله عليه وآله ضاعت علينا الأحاديث وبدأت الأحاديث الموضوعة هو النبي يقول لقد كثر الكذابة علي أثناء حياته وسيكثرون من بعد وفي حياته كثر الكذابة فعشان سلكون إلى البقية ما تريد أكون كذابة بالحديث فكأن الناس يسمعون دين جديد يسمعون ملامح شخصية ما عرفوها أنت أهل الشام لما قتل علي في المسجد قالوا أو يصلي علي حتى يقتل بالمسجد عندك علم أن أهل الشام كتبوا ليهم رواية خاصة في مقتل أمير المؤمنين أنه مار عند المسجد من الخارج وقتل موجودة الرواية ما سامع بذاك الشام الذي يقول شفت الحسين يطوف بالكعبة فاعتردت طريق الحسين وشتمته وأبلغت في شتمه وشتم أبي يقول أنا أجتمع وهو ينظر إلي مليا من قرن إلى قدم لم يحرك ساكن العباس وأخوة الحسين بهاي الطريقة يعني اهدأوا يقول عندما ألقيت ما في قلبي من أحقاد قال أمن أهل الشام أنت قلت ليش عرفك بلى أنا من أهل الشام قال شنشنة أعرفها من أخزم أنتم درسينكم مناهج غلط لكن يا أخ الشام ابسط إلي حوائجك إن كنت غريبا آويناك وإن كنت محتاجا أغنيناك يقول أنا أشتمه وفاتح باع إلي يريد ضمني إلى صدر ويقرأ من القرآن خذ العاف كأنما غماما زاحت عن عيني فررت منه لواذا بين الناس يعني مستحي منه فررت منه لواذا بين الناس وليس على وجه الأرض أحب منه ومن أبيه إلى قلبي فكان يرتقي المنبر يعلم الناس دينهم عقيدتهم صلاتهم صيامهم إلا يوم خروج من مكة الوضع مختلف وضع مختلف أبو علي يطوف بالكعبة وإذا بصوت بين الركن والمقام ينادي حبيبي حسين أبا عبد الله صوت لطالما ناغاه في مهده يعرف صاحب الصوت الإمام أجب رئيل هذا أخي جب رئيل ما الخبار قال أبا عبد الله أخرج من بيت الله عاجلا لا يستباح دمك فيه إجت الأوامر اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة الله بيت الله آمن ما هو آمن للإمام الحسين عليه السلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أخي عباس ولدي علي أخوتي أنصبوا لي منبر نصبوا منبر إلى الإمام الحسين وأسندوه إلى ظهر الكعبة ارتقى الحسين على المنبر أشرق على الناس كأنه الشمس الطالعة الناس لما شافوا الحسين ارتقى المنبر تركوا الطواف والتفوا عليه حلقا حلقا حمد الله وأثنى عليه ذكر النبي فصلى عليه قائلا أيها الناس خط الموت على ولد آدم أبو علي وين صلاتنا وين صيامنا إلا اليوم تتكلم عن الموت خط الموت على ولد آدم أما خط القلادة على جيد الفتاة وما أولاني إلى أسلافي اشتياق عقوب إلى يوسف خير لي مصرع أنلاقي وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا ألم مناد وإماما يملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله لحمته وإنها مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا فمن كان باذلا فينا مهجته على بعد الزمان وبعد المكان تلبيك الشيعة كأبا عبد الله لبيك لبيك يا حسين لبيك يا حسين إلا هي نفسه فليرحل معناه فإني راحلون إن شاء الله مصبحا ضجت الناس في أمان الله في دعاة الله أخذ يطوف بالكعبة تلبيات مختلفة عن تلبيات الحجاج صاح لبيك اللهم لبك لبيك لا شريك لك لبك لبك نحري المنحور لبك لبك صدري المربوض لبك لبيك اللهم لبك لبيك بذبح رجالي لبك لبيك بسبي نسائي لبيك لبيك بذبح رضعاني لبيك 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 يا ربي أبا شد العصايب لبيك ساعدني على مقاس المصايب لبك جانب ذبحتي تسلم الشيعاء خلهم يذبحوني وسلبوني الوديعاء وإن كان ترضى بذبحة حسن ورضيعاء لبك خلنا نذبح ونشيد لبك خلي بن الضبابي حزي نحري لبك خلي الأعوجي تدوس لبك كان بكربلة محفور قبري لبك بأسوي بدال القبر سبع أبو فاضي لأمضي إلى فخر المخدرات زينب قل لي هقوم اتجهز إلى كربلة دخل العباس شافة زينب لبس المخيط فرت بلي شعور تلطم على وجهها وهي تنادي وذلات وآخاه وحسين أبو فاضي قال شجرة عليكم نزعت الإحرام ولبست المخيط قال زينب نحن امتثلنا لأوامر الحسين إذا إجى الحسين اسألي أخي زينب شوية دخل الحسين بني هاشم حواليك الأقمار وهو كالشمس لما شافت زينب ألقت برأسها على صدر يا بقية الباقين أين إحرامك أبا عبد الله مدئدة أبو علي وقام يمسح دمعات زينب زينب خلي هالدمعات اليوم غير هذا اليوم بعد أعظم من هاليوم طالع من بيت الله الآمن يا أبو علي قال خلي بكربل عندك يا زينب هر ولو قوة خلي بكربل عندك يا زينب هر ولو قوة ترى جسم الصفة وعباس يختي جسمه المروة ولازم تقطعي نشواط بين أجسادنا عنواء بسعيج في ظلام الليل تصيري كعبة الأحزة وأمامه وأحسينه جهزت الضعينة أركبت النساء ما تسمع إلا ونه باك وباكية أطفال ونساء الحسين يدور على المحامل يسكن خاطر المرة وياخذ الطفل والطفلة ويسكن خواطرهم من محمل إلى محمل إجا إلى محمل زينب نادا أخي فلم تجيب كشف المحمل وإذا بالمحمل خالي أخواني أولادي جبتون العائلة كلها وزعيمة العائلة وين هي وين المخدرة ما حتطلح ولدي علي جيب عمتك زينة زينة دخل الأكبر زينب واضع رأسها بين ركبتيها دموحة جارية قال ليها عمّة يا عمّة قومي إلى كربلا قومي يا عمّة ما دئيد الأكبر إلى عمّة زينب رفعت رأسها إلى الأكبر بني بني علي أين الكفيل أنت وياك أمّك وياك خواتك وانت بعيوني عمّة قالت لا يا ولدي أنا بتأمير المؤمنين وأبوي حاط إيدي بإيده وهذا داق على صدره من المدينة وين هو وأنا الكفيل يا علي خرج الأكبر أبا يا أبا إنها تريد الكفيل كافلها تبغي زينب ما بتطلع إلي إيدها بإيده صاح عبّاس دعي المحامل وادخل على فخر المخدرات زينب وسكن خاطرها يا أخويا تراهم روعا مو متعودة على هالأمور وهالبلا يا أبو فاضل قالوا نعمين يا أبو علي دخل أبو فاضل جثى بركبتي أمام زينب قال زينب زينب قومي إلى كربلة الكفيل موجود يا زينب قالت نعمين يا أبو فاضل إذهب إيدك لما وصل إلى الباب تقدم العباس على زينب وصرخ صرخ في وجوه الناس غضوا الأبصار حتى تجوز زينب ما يرضون عليها عزيزة زينب عزيزة نكست الناس رؤوسها وأبو فاضل تفتر عيونه على الناس حتى أدخلها إلى المحمل استعرف شلون يدخلها أبو فاضل المحمل أبو فاضل إجي ويجثو بركبتي عند محمل زينب تخلي رجلها على شتف أبو فاضل وإيدها بإيدها ويدخلها المحمل بالهون ستر المحمل أبو فاضل وخلى رايته ترفرف على راس زينب بمحملها يلا واحنا وياهم مأجور هذه أبياتك انت اليوم الخطيب وأنا أقرأ وياك يلا يا مولاي الله يعودك يوم الذي راعي الشيء لا تبخل يوم الذي راعي الشيء أنواي الشيء الدرة جاب المحام للحر كل فارد وجه طب طب لاعج زينب مبتسم عب طب 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 يتكى قالي لها عينا شي بشوري امري جني واد طلعان وعيب باسي حادي وضعن ضاد عد هاد بيتك كل ساعة وعيب صدلال حسين وناشد شنهي نزيل تكبر يلا يا اخو يا نازلتي تذري بخخخ ما تعرف الذلو الهضم ربيت على العزو ليتك يا عباس تحضار يوم اطلعت من كربلة ليحدي لنا قزجور قايد خواتك حرملة ضاعة المخدرة يا مفاضل تركض من جسد الى جسد والسياط على متون اشت الضعينة واذا بصوت من خلف المحامل ريضوا للعليل ريضوا للعليل صاح الحسين اوقف الضعين فقد خرج الواليه الحزين نزل الحسين من على جواده واذا بابل الحنفية يتعفر بالتراب يحث التراب على رأسي ويناذي وأخاه ضم الى الصدراء محمد تجلد وتعزى بعزاء الله وانا تسلى يا ابو علي والبيوت قال يا ماكو احد بيها وان رايح تارك بيت الله الامن قال حج في وادي غير هذا الواد يا محمد زين ليش شايل وياك العلويات امروعات يا أخويا اسمع بكاء ونحيب بالمحامل شاء الله ان يراهن سبايا على ظهور المطايا اش يقول اليه يقل بتقصيد كربلا يحسين زينب لا توديها بتقصيد كربلا يحسين زينب لا توديها خلها في وطن جده وابو جاسم داريها شيل الحرام والأطفال وادي كربلا وده ايه وزينب لا تطلعها يا أخويا من وطن جده حزينة تكسر الخاطر دمعتها على غدها يا أخويا لا تسكنها بوادي غير وادي محمد تدري ليش أخت هوايا اسمع جوابه وأسألك الدعاء المعدرة إلى الله وإليك على هالقسوة في ثالث يوم يا أخويا يقدر الباري على خدها الدمع يجري إذا شافت شمر بن عالم تربع على صدري بس هذا كله يهون عليه ترى اسمع اللي بعده وظلب الصات يضربها وتذوبني بواجي لكن بترجع لك يا أبو جاسم عذب ما تنسب إلى الشام أختك ما بتعرفها يا يوديها الزمن جدام والله تجي لك من حني من حني ظهرها تجي لك راسها شايب وتنزف دم أياديها ويلي 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 تجي لك راسها شايب وتنزف دم أياديها تحضر تحضر